لا جديد، هكذا يبدو المشهد مع تكرار تفاصيله جولات عدة من التفاوض حول سد النهضة الأثيوبي ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن مع اختتام المحادثات الخاصة بسد النهضة الأثيوبي يوم الاثنين والتي استمرت على مدى 11 يوماً برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة يبقى الحال بلا تغيير ويستمر الخلاف ويلقي أغلب المتخصصين بهذا الملف باللوم على إثيوبيا في إفشال المفاوضات فتارة تشارك في المحادثات ثم تنسحب قبل توقيع بنود الاتفاق كما حدث في جولة التفاوض في الولايات المتحدة وتارة أخرى تتمسك بشروط حول ملء وتشغيل السد هي نفسها أوجه الخلاف ما يؤدي إلى هدم فكرة التفاوض من الأساس ويذهب محللون إلى تفسير الموقف الإثيوبي بأنه إما محاولات لكسب الوقت إلى حين اكتمال مراحل بناء السد ومن ثم فرض الأمر الواقع مع بدء الملء كما أعلن رئيس الوزراء أبي أحمد سابقاً كما يشير آخرون إلى أن للأمر شق سياسي يتمثل في ضغوط كبيرة على أبي أحمد للمضي قدماً نحو تنفيذ السد برؤية أثيوبية أحادية فقط في تحدي للمجتمع الدولي والاتفاقات المبرمة ويرجع ذلك أيضاً لكون مشروع السد إحدى الركائز التي استند عليها أبي أحمد خلال مراحل صعوده لسدة الحكم بما يجعل تراجعه عن بدء ملء السد تشكيكاً في وعوده السياسية والدليل على ذلك خطابه أمام البرلمان الإثيوبي الأسبوع الماضي حين قال إن عدم ملء سد النهضة يعني موافقتهم على هدمه الاختلاف يشمل أيضاً رؤية الدول الثلاث حول مشروع السد في مصر يرى بأنه خطر جسيم يهدد الأراضي الزراعية كما يشكل تهديداً أكبر للمياه العذبة الصالحة للشرب والاستخدام البشري أما في السودان فينظر إليه بشيء من الخشية من أن يتسبب بفيضانات أو جفاف أو حتى يؤثر مباشرة على الأراضي الزراعية الواقعة بالقرب من الحدود الإثيوبية أما في أديس أبابا فينظر الأثيوبيون للسد على أنه مشروع قومي قادر على انتشالهم من الفقر إلى الرخاء ومن الظلام إلى كهرباء متوفرة بصورة كبيرة ومستدامة تلك الأطروحة راسخة في وجدان الأثيوبيين بشكل قوي يبرز ذلك في تصريحات المسؤولين الحكوميين الذين يرفضون أي تشكيك في جدوى السد وبعد فشل المفاوضات ورفع الدول الثلاث تقريرا للإتحاد الأفريقي تمهيدا لعقد قمة مصغرة هل سنشهد انفراجة في هذا الملف؟ أم يستمر الخلاف حتى نشهد تصعيدا من الجانب المصري والسوداني إذا استمر التعنت الإثيوبي؟